يضم إلينا في الاستوديو الشيخ أحمد المرابط مفتي جمهورية موريتانيا مرحبا بك فضيلة الشيخ حياك الله بداية هذه البادرة وتأييد العلماء والدعاء لمواقف المملكة في مواجهة الإرهاب والتصدي للمخططات الإيرانية لبث الفرقة بين شعوب المنطقة ونشر المنذهبية هل يمكن أن تتجسد أو يتجسد هذا التأييد فعلا بعد القول وكيف خصوصا وأن الحاجة ملحة الآن لاجتماع حقيقي لعلماء الأمة الإسلامية في مواجهة الأفكار المتطرفة لتنظيم داعش وبقية التنظيمات الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله والصحبه ومن اجتدى بهدى همما بعد فقبل الإجابة عن السؤال أود أن أنوه باسمي وباسمي العلماء والدعاء الذين شاركوا في مهرجان الجنادرية لهذا العام 2437 في دورته الثلاثين شاركوا بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير متعب ابن عبد الله ابن عبد العزيز أهل السعوب ولقد شارك هؤلاء العلماء في ندوات عقدت ضمن فعاليات هذا المهرجان من بين هذه الندوات ندوة عن القيم والأخلاق في أهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ندوة تحت عنوان موقف الدعوة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية وفي باقي دول العالم الإسلامي من التطرف والتكفير ولقد تناول المتكلمون في هذه الندوات تكلموا على عدة جوانب بارغة الأهمية وأوضحوا الصورة وأدلوا بمقترحات نرجو من الله تعالى أن ينفع بها كما أن المهرجان أيضا تضمن ندوة عن شهادات لما تحفظه الذاكرة عن مناقب ومزايا الملك المغفور له بإذن الله تعالى عبد الله بن عبد العزيز نعم فضلت الشيخ أعفونا وهكذا ندوة أيضا عن قرارات وإنجازات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى وأجده وأبقاه وأطال بقاهه سندا وذخرا للإسلام والمسلمين كما أننا لا بد أن نسدي الدعاء الصالحة لولي عهده الأمين محمد بن نائف بن عبد العزيز صاحب السمو والملكي محمد بن نائف نعم وزير الداخلية وهكذا نذني بالدعاء والتنويه بجهود ولي ولي العهد صاحب السمو والملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز أهل السعود وزير الدفاع على الحقيقة أنا أقول إن ما سألت عنه نعم من دور العلماء والتقال من القول إلى الفعل والدعاء في ما تطلع به المملكة العربية السعودية من جهود مشكورة مذكورة مظفرة إن شاء الله تعالى ضد هذا الإرهاب المستشري المتفرع المتنوع الذي نعتبره على الحقيقة له أصول ومن أبرز أصول الإرهاب هو ذاك المد الصفوي الفارسي وبعبارة أخرى المد الإيراني الذي قد مرت عليه عدة قرون وهو يحاول ما يحاول من زعزعة أمن البلاد واستقرارها ومن محاولة بسط النفوذ ما ذاك إلا لاستماتة في ترويج ذلك المنهج الذي تنتهجه الرافضة وليروجوا لتلك النحل المعروف أنها نحل باطلة مزيفة يهدفون إلى أن يستحويروا على بلاد الحرمين وإلى أن يبسطونه لهم على المسلمين أجمعين حتى يتكون لهم الكلمة وتكون منهجيتهم طريقهم هي الطريق السائدة لا حقق الله آمالهم ونذني أيضا هنا ونقول إن ما تمثل من جهود المملكة العربية السعودية فيما يعرف بعاصفة الحزم يجب علينا علماء ودعاء ومفكرين وحكماء وجنود وإعلاميون أن لا ننسى التنويه به وأن نشكره لله تعالى ثم نشكره لخادم الحرمين الشريفين لأن هذه العاصفة تصدت لخطير داهم سيشتاح أهل السنة أينما كانوا وهكذا هذا التحالف الميمون المبارك المظفر إن شاء الله وهذا التحالف الإسلامي الذي نعقد بين 34 دولة بقيادة المملكة العربية السعودة نسأل الله أن يكلل هذه الجهود وأن يكتب لها النجاح والظفر وأن يحقق للأمة الإسلامية أمنها واستقرارها وخصوصاً للمملكة العربية السعودية نسأل الله أن يحفوها مملكة وحكومة وشعبها نعم شكراً لك فضيلة الشيخ أحمد المرابط مفتي جمهورية موريتاني ونتمنى إن شاء الله أن تنتقل هذه الإشادات وأيضاً الأفكار من العلماء والتأييد إلى موقع الفعل بما شاءت الله شكراً لك لحضورك هنا معنا في الاستوديو نعم شكراً الله لكم شكراً لكم